اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعمك التي اللهم صلي على محمد وآلي محمد الحمد لله وشكر لك يا ربي طلعنا بخير وسلامة وعافية شانكم متابعيني شخباركم وبدأت عنكم فترة حيل حيل طويلة وكانت القناة بيد بنتي وهي التنشر وما أعرف تريد عليكم ما أعرف شوني سوت ما شفت القناة أبدا أبدا فحبيت اليوم أن أزل هذا الفيديو هذا قبل ولادتي اشتريت كمقطع البنوتي وعلى عناد أهلي يعني تعرفون أنه أنا السونار الحد شهر التاسع قال لي بيتش بنية فزوجه مقتنع أنه ولد وأهلي مقتنعين أنه بي ولد فأنا يا بابي ابنية قالوا لا 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 بيتش ولد نساتيش تختلف بطنة شكلها يختلف المهم الحمد لله وشكر على كل حال أو أجانا نسيب جديد يلا يلا حضرين أنت الراحد شان أنت الربين وأنا آخذ بعد الحمد لله وشكر إليك يا ربي الحمد لله وشكر ونورتني شموسة وشرقة بيتني وألف الحمد لله وشكر إليك يا ربي سنة خير إن شاء الله بداية السنة يعني زدنا نفر ومعرف شعور كلش كلش حلو الحمد لله على كل حال هنا أنا بنات قلتت شاني اشتريت كم قطعة واشتريت مشتريات بعده هواية لأن حددوا له موعد الولادة فقبل الولادة بيومين إنه أنا ظليت أشتري فهذا قبل الولادة بأسبوع يعني قالوا لي يعني ولادة طبيعية وظليت أمشي أمشي حالا مود يعني تسهل ولادتي فقررت أمشي إنه أنا بداية التاسع كل شئ لي عشر أيام بالتاسع وجبت بتي شموسة سميتها شمس وإن شاء الله تشرق بيتنا وعلى وجه كل الخير ونشوفه ونشوفه الخير والصحة والعافية وألف الحمد لله والشكر وهاي فيديوهاتنا قلت لتشين ما تلمشي يعني اختصرتها وما تلمشتها قليل كم قطعة راويتكم إياها وهنا أنا أول حضن احتوى شموسة هو حضن جته فبنات كلش كلش فرحانات بيها ولو شايفين الحشي يحجن يصلا على محمد وقاله محمد وبدت وحدة تقرأ آية الكرسي وحدة تقرأ الحمد لله رب العالمين صورة الحمد يعني من شاف أنا ما الشعور ما ينوصف ما ينوصف من شافوها وأنه ألف الحمد لله وشكر أنه أنا جبتها قبل الامتحانات وقلت لشان بنات حددوا وموعد الولادة إلي وبليلة الولادة أنه أنا كملت شغلي ماتت البيت وكملت خبزي وكملت أشياء يعني على أساس أنه أنا أجيبة ببيتي فما قبل أبوي وبعدياً رحت البيت أهلي ثلاثة أيام يوم رابع رجعت البيتي وطبعاً أهلي لا راضين ولا أمي ولا أبوي بس الحمد لله والشكر يعني تعرفون أنه أنا بس بناتي بالبيت وأبوهن وظلن رايحات راجعت علي خطية يتعذبن ودوام وامتحانات وهاي إي قلت ببيتي أروح لي وأشياء أيامي وأنه أنا ما راح أتعب نفسي أنه أنا محضرة أمور كلا كلا قبل الولادة وألف الحمد لله وشكر بنات تجربة أنه أنت الطبخين والجمدين يعني ما أقللت شانج قد فادتني يعني ظلين أنت بس تتمن بس تشي يعني أشياء وألف الحمد لله والشكر هذا ذيات جاراتني إن شاء الله هحكي لشان بالتفريزات في فيديو جاي وهي جاراتنا من عرفة إنه أنا بيه جبت يعني وراء سابع يوم ما أدري وراء عاشر يوم يلا درن بيه جايبة ودى اللي أكل وأحب أشكرهن وربي يوفقهن إن شاء الله أجازيهن بالأفراح وأجازي خواتي بالأفراح اللي سوت لكلية جو من إجت تبارك اللي جابته اللي خبزت اللي ودت أحب أشكرهن وصلنا لنهاية الفيديو مع ألف ألف سلام شكرا